دشنت المؤسسة العامة لرعاية السكنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلع ابتداء من المباني الحكومية على أن تتلو تلك الخطوة إيصال التيار الوحدات السكنية تدريجيا خلال العام الحالي هذا وتعد المطلع من أكبر المناطق السكنية في البلاد لاحتوائها على أكثر من 28 ألف وحدة سكنية وقد أشاع إيصال التيار الكهربائي للمدينة أشاع الفرحة في نفوس قاطنيها الذين ينتظرون وصول الكهرباء لمساكنهم في القريب العاجل مدينة المطلع السكنية تبصر النور بعد إيصال التيار الكهربائي للمدينة ابتداء من المباني الحكومية والخدمات العامة على أن تتلو تلك الخطوة إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية قريبا بدء عجلة إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة والباكورة في مسجد إن شاء الله ونقول لهم إن شاء الله فالخير لهم ولمدينة إن شاء الله أن أول مبنى عام تم إيصال التيار فيه هو المسجد 13934 هذه من 6 إلى 11 هذه بإذن الله ستنتهي تماما في شهر ثمانية كلها سيكون وصلها تيار بالنسبة للي في خمسة واللي في تسعة نتوقع أن من شهر تسعة حتى نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من عام 2024 ينتهي تمديد الكهربائي وإيصال التيار الكهربائي لهذه القسائم أما الجزء المتبقي من 1 إلى 2 و3 و4 هذا هو من يبني المواطن ويخلص وتجهز قسيمته يروح وزارة الكهربائي ويمد التيار الجهود الحكومية ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهربائي والطاقة المتجددة تسفر عن النجاح الكبير في إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلع السكنية الأمر الذي أشعل فرحة في نفوس قاطني المدينة إن شاء الله حين بعد هذا المسجد إن شاء الله فيه مباني أخرى في الضحية 11 سيتم إطلاق تيار فيها خلال شهر 4-5 منها مركز صحي ومركز الإسعاف ومبنى مغفر وسوق مركزي ومبنى بلدي ومباني أخرى إن شاء الله لمسنا الصدق في جدية الجهات المعنية أن اليوم 30-3 أول يوم يتم السماح للمواطنين لطلب إيصال تيار كهربائي لغسائمهم ونفس اليوم يتم تشغيل المباني العامة الذي هو المسجد ومتوقع إن شاء الله بإذن الله حسب موعدون الأساد المسؤولين أن الأيام القادمة سيتم تشغيل المدارس والمباني الأخرى هذه فرحة أهالي مدينة المطلع كأول تيار كهربائي يوصل للمساجد أكثر من 28 ألف أسرة كويتية تنتظر وصول الكهرباء لمساكنها في مدينة المطلع السكنية في القريب العاجل مدينة المطلع السكنية تبصر النور بعد إيصال التيار الكهربائي والبداية من المباني الحكومية بعد النجاح الكبير الذي تحقق بين المؤسسة العامة لدعاية السكنية ووزارة الكهربائي والماء والطاقة المتجددة البداية اليوم من المباني الحكومية وقريبا جدا الوحدات السكنية كافة نقول لكل قاطني المطلع السكنية منزل مبارك من مدينة المطلع السكنية فهدي التركي تلفزيون دولة الكويت